السلام عليكم ازايك يا جماعة عمين ايه اهلا بحضرات الاخبار المحاضرات اللي فاتت معنا في اي حاجة قابلناها في طريقنا وقفت معنا او اي حاجة احنا هستعرض احنا اخدنا ايه لغاية دلوقتي وان شاء الله ايه اللي هنكمله في محاضرة النهاردة احنا اللي اخدناها اخدنا بالنامج الفوتوشوب محاضرات عظم يعني اللي ممكن تغطي الحاجة اللي احنا هنستخدمها في البرمجيات طبعا الفوتوشوب في حاجات اكثر بكتير من الحاجات اللي احنا اخدناها او المحاضرات احنا اخدناها فيها بس ان شاء الله تطرقت لكل المواضيع اللي جوه الفوتوشوب ممكن تخدم البطاجات عليها مرينا المحاضرة اللي فاتت برضو على بعض البرامج المرحقة اللي لازم هستعين ديها في البرمجية وكممها برنامج الالين ده 2005 او اي اصدار جديد بعده ده كان المسطف انه بعمل فلاشات جهزة سريعة طبعا انا ممكن اعمل فلاشاتي بنفسي لو انا مختارق يعني ممكن اطميمها من الف الى الياء بطريقتي لكن انا مثلا مش متخصص وعايز اعمل حاجة تبهر او حاجة تبع شبه اللي موجود عنك بطريقتي ما فيش اي مشاكل يا فاتت بطريقتي ما فيش اي مشاكل حضرتك شرفينا وان شاء الله كل المخاضرات السابقة موجودة على الجروب بتاع البرمجية اعنا مش هكذا بصرعة الموضوع اغلاء ما الناس تحضر وان شاء الله لقد اعلم احد اعمل حاجة تبقى ما فيش انا اخدناها في الفترات السابقة وحاجة وايه وايه اشان دم طبعا اولا حاجة هناخد حاجة جيدة خالص مش هناخد فوتوشوب المخابرات بتاع فوتوشوب ان شاء الله تقدروا ترجعونها من خلال الجروب بتاع الاحلا ان شاء الله الدعم الثاني ينزل الرابط بتاعه وعليكم السلامة أخواتكم عايزة أتمنى حد يحاول يطبق حاجة من اللي احنا خدناها انا اتفى لوكاية ساعة المقادرات اللي فاتت بالذات الخامسة والستة الأخار شوية في النزول جهو لكنها الحمد لله الوقت موجودة من مبارح نزلة جهو ان شاء الله ممكن نترحف ونجرب مع بعض ولو اي حاجة وفت انتحت امركم وابده انا هتعلم معكم الرحلة راديو راتيكا هي مصودة الرحلة بتاعاتنا هتمر باكتر من مرحلة وكل مرحلة هنتعرف بها على برنامج من برامج طبعا مش بالصورة اللي هي 100% لكن هستخدم البرنامج او اي برنامج همر عليه تحدود الحاجة اللي انا ممكن استعين بيها منه كل برنامج منهم بحر واسع اللي عايز يعراكم بها ان شاء الله ممكن على اليوتيوب على اي حاجة من الحاجات اللي هي وسائل التعليم اقدر اتعمق فيها لكن ان شاء الله هنمر على البرامج اللي هنتعلم عنها مرور كده فسقا للكم اللي هنستخدمه منه في البرمجية الفوتوشوب متهيئة اللي اخدنا منه حاجات كتير وحاجات كتيرة بديدة بالنقف الزرجان CF5 ما كانش موجودة في الزرجانات القبل كده بزيك الفلتر والمسك المسك بطريقة مختلفة شوية هو كان موجود من CS لكن CS5 كان فيه حاجات اكثر شوية وان شاء الله يطل مرين عليها على قد منابل واتمنى الناس يجربوا وتسألوا لاني الأساسي لديد خلينا كلما نتعلم لديد اي حاجة وقفت في تارينا وعملت معنا عقبة هتعلمني خطوة بجد جزاك الله خير اللي لسه جديد معنا ان شاء الله هقول بسرعة رحلة بتاعتنا عبارة عن ايه احنا مرينا على برنامج الفلاش مرينا مدوث كريم كده مدوث سريع على الفلاش تعمل بطل سريع لكن ان شاء الله أستاذة سارة هتبرمج الـ CD بتاعتنا من خلال بنامج الفلاش وهتعمل عالم الحيوانات اللي هي الجديد العربية من خلال تعرض على أسماء الحيوانات بالفلاش انا ان شاء الله هبرمج بالديركتور على قد امكانياتي طبعا وديركتور لا برضو بحر واسع بس ان شاء الله على قد مقدر اللي انا اعرفه هحاول اوصله للخدور ممكن تغسل فوتوشوب ايه؟ تتعادل ما ايه موجودة على الجروب فانا اتمنى حضرتكم تتجربوا ولو اي حاجة واشت تتقالوني ممكن نعمل كل فترة اول نص ساعة كده اتقالة في الحداث اللي فاتح انا كنت اتمنى الله اول ما ابدأ المحاضرة لا ايه حد بيقول لي في حاجة عملتها ومش عارف تدميرها اززاي او وفتت معا احس لي فيه تفاعل كده في المحاضرات ان شاء الله الفوتوشوب لغاية داخل خمس محاضرات المحاضرة الاولى كانت مجرد تعارف بس هنا اعمل ايه و هنمر على ايه اززاي فالفوتوشوب اللي احنا اخدناه خمس محاضرات النهاردة هنتكلمت بعد برضو البرامج الملحقة ونفي وقت هايخونا دايريكتور ان شاء الله المحاضرات من اوله دايريكتور المحاضرات استخدمنا بعض البرامج الملحقة لعمل البطل او عمل بعض التأثيرات دونرز او اشكال معينة بالفوت بالفلاش ممكن اعمل بها كمدخل للس دي بتاعتي كشاشة استعراضات الموقف الاول كمقدمة ممكن دا كله استخدمه من خلال برنامج الجالين دا اللي احنا عمرين عليه المرة الفاتحة اعمل بيه فلاشات كده سريعة زي اللي بتبقى موجود على الناس كدخلة للس دي تبقى دخلة مبهرة مع مثيقة هتخلي الطالب يلفتت للس دي سرعة النهاردة ان شاء الله هتكمل البرامج الملحقة اللي احنا بنستخدمها او لازمها المرة عليها اخيرا حلال البرمجية هتستخدم برامج المونتاج المراضي سواء كمونتاج الصوت او مونتاج فيديو طبعا مونتاج الفيديو فيه برامج كثيرة جدا وبرامج متعمقة جدا منها الاختر الفيكس والبريمير ادو بص الادو بريمير طبعا الادو بريمير احنا نعرف او الامتابع منتقد داريل هيعرف ان دكتور محمد شلتوت عمل دبلومة قريب او فيها فممكن استعين فيها او استعين ديها لرجوع اللي انا اتعلم البرنامج ده انا مش هتكلم في البرمير كثير وممكن نتخلمش خالق يعني ممكن نرجع الاول للدبلومة ديت ولو معرفناش حاجة نسأل مع بعض لكن انا ان شاء الله اللي هتبه هستعين ببنانج مونتاج فيديو بسيط جدا في الغالب ينزل مع الويندوز لكن في الويندوز 7 ما بينزلش مع ان هو بنانج موبي ميكر بنانج موبي ميكر يبقى موجود في ويندوز اكس دي والويندوز الاخرى لكن مع ويندوز 7 مش هلاقي موجود هلاقي ويندوز موبي ميكر دي فيديو فانا بسطابه من بره ان شاء الله في برامة قلت هنزلها المرة الفاتت على الجروب ولسا منزلتها هاش هنزلها اللي هي الجلم ده وديكم بايلر الويندوز استخدمناهم المرة الفاتت عشان نعمل بطنز فلاشي عضلاتك استاذ ايني عنزك 7 ويندوز 7 هنزل بنانير اللي احنا عقبا الموبي ميكر اللي بيكتاتها بعض هنزلوا ان شاء الله على الجروب باذنما ما كانش اللي عارضة هي بابقر انا بعتذر والله يا جماعة لان فعلا انا عندي دورة ادريبش ولو عندي كورس معلش انواتي بايق والله حيطة تحضير الموحدة نزل اشكا ما ينبغي لكن ان شاء الله بعيدكم من المرة الجاية هنكون خلاص الموضوع فانا كنت وعدت المرة فاتت هنزل برامر ما نزلها هنزلها الله يخليك التزمين هنزل بإذن الله بنانير الجاية هنزل هنزل الـ 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 تطلب � معينة وعملها على هيئة خليب صغيرة. ده ممكن اعمله بالموفي ميكر. ممكن فيديو يعني ممكن اعمل متعج لفيديو او اجمع صوت على هيئة البوم واصدارها من الموفي ميكر وابعتها على انها لقطة فيديو الزيارة. الاكستنشن اللي بتصدر فيه بالموفي ميكر بيبقى دار ليونه ديو. عندي بقى لو البرمجات تاقبلوا كما هو اهلا ونصر اهلا ان ما كانش عندي برامج متحول لكستنشن بتاع الفيديو من وقلها. انا ماقول لك بسريع وان شاء الله هنمر على حاجة حاجة ثمانية العشرة. يبقى ان هاردا ان شاء الله عشان نعرف بصوعة منتاج. هنستخدم برامج المونتاج اللي بنتخدمها في البرمجات عندنا. منها الموفي ميكر. وده فيديو او صور ثابتة. هنستخدم برامج مونتاج صوت. فيه برامج مونتاج صوت كثيرة. منها الاوديو الادوب اودياشن. وفيه الساوند بوس. بس انا في شغلي بستخدم الساوند بوس. وانتانياته بتخدم الحاجة اللي انا عايزة منها. لو انا عايزة بقى اعمل مؤثرات صوتية وعايزة اعمل حاجات تانية كثيرة عندي بقى ايه البرامج الجديدة اللي هي ادوب اودياشن او الساوند بوس. لكن في خلال عملي انا او البرمجات بسيطة هنستخدمها ان شاء الله و هننتجها في اخر. مش هحتاج اكثر من الساوند بوس. فلو اي حد عنده اي برنامج مونتاج صوت ممكن اتخدمه مش مشكلة. لكن اللي هتطرخ لي النهاردة ان شاء الله هو التانيات. يبقى مونتاج فيديو. موجي مكر. مونتاج صوت تانيات فورد. ولو بقى ان شاء الله هنعرف الموبيل السريع اللي احنا عدا نوال اول محاضرة بتاع الديريكتور وهنعرف ازاي اشتغلناه النهاردة. عشان دقس انا Mach-A-Mogimaker ممكن ننسويه من خلال الديرکتور. وان شاء الله المرة الجاية هنمسك جزء جزء ازاي نشاء الله النهاردة نعرف ايه اللي هيتكتب. هنعرف بسرعة ازاي امانتج فيديو او امانتج اجمع لقطات الحيوانات مثلا مشتيكة فتفة معينة واخرجها على هيئة فيديو او ازاي عندي فيديو تدير اريد اكد من لجوز اصغير او ده الهدف من المنتاج انا اقص احذف اعمل مؤثرات عليها ده لها انتظمت الفيديو اللي صوت هتفجل صوت على التاونتورب هقطع الصوت لأزاي صغيرة كل جوة هستخدمه في الوقت اللي انا اعزاقه جوه برمجاية هنبتدي ممكن نبتدي بالمونتاج الصوت انا جمعت الاسامي الحيوانات اللي احنا مكوضة ان شاء الله هنتجلها على اساس اللي هتنزل في البرمجاية لما هدوس على زرار معين هيقول لي اسم الحيوان كذا الحجم اللي بيبدأ دي كذا عفوا هنتكلمك بسير بس ما عليش هستحملوني انتظر حضور اللي لسه جودات احنا كل اللي عملناها لغاية دلوقتي ان احنا كنا عايزين نمتج برمجاية تعلمية للاطفال موكت كونجي وان او كونجي سو مثلا الهدف منها اننا عرفوا الابجادية العربية من خلال صور الحيوانات هستعين ديها ازاي؟ هعملها كأننا رايحين رحلة لحديث الحيوان هيمورف الرحلة ديت على الحيوانات المختلفة هبتدي مثلا حرف الالف وهيوضي المثله الحيوان مثلا اسد الاسد دوت هجيب صوته هجيب صوته وانا هنطق كلمة اسد يعني كلمة الاسد هتبقان لو في صوت الحيوان هحطه والكلمة هتكون موجودة يبقى كده اللي طفل شاف شكل حيوان ثمى صوته وعرف اسمه شكلا وطوطا يعني شاف كلمة اسد وثمى صوت بتاع اسد ان شاء الله كده المعلومة توصل له باكتر من طريق يبقى انا كنت عايزة اوطل الحروب الابجادية بتاعتي او ما يقول الالف الالف دي بقى احد يبقى هعرف الحروب الابجادية بتاعتي كلها ومن خلالها هعرف اسماء حيوانات كتيرة هتمر عليها تمانية عشر حيوان على قد تمانية عشر وهعرف اسوات الحيوانات هننفذ الموضوع دوت ازاي؟ وعليكم السلامة اخلاص هننفذ الموضوع دوت من خلال مجموعة برامج هنستخدمها او بالنانج بدأنا فيه اللي لسه هبجين معانا جديد كان بالنانج الفوتوشوب بالنانج الفوتوشوب دوت يعني رشة عمله انا بحط اي صورة ممكن تنفعني في البرمجية بدخالها على الفوتوشوب لانهو محتاجة معالجة عايزة تتكبر سوء شوية عايزة تتغرها شوية في حاجة فيها مش عايزة طبعا متاحها تمسحها ازاي ان شاء الله اللي محضرش يرجع للجروب او يرجع للقناة بتاعة ملتقى الدقرين على اليوتيوب سيلاقي المقادرات اللي اتقدمت عدوات الخوتوشوب عشان اعالج السوق مش واضح واضح كده واضح كده وعليكم السلام واضح كده والشوط كده تمام اللي لسه جيد معانا ومعليش الجماعة اللي معانا من الددر يستحملونا شوية معلش عشان بس يتابلونا استخدمنا بنامج الفوتوشوب ان انا جمعت الخلفيات اللي ممكن استخدمها جمعت الخيوانات بتاعتي شلط الخلفيات اللي وراها اللي مش عايزها كبرت حاجة معينة وصفرت حاجة ثانية المهمة الاخر هجمع في الفوتوشوب كل شغلي سواء كان خلفيات سواء كان الزراير سواء كان المادة اللي نفتها وهي عندي هنا هتبقى أفر عشكاية الحيوانات جمعت كل شغلي خلاص على الفوتوشوب عملت الزراير بتاعتي على الفلاش او على الفوتوشوب دايما عارفنا برضو المرة الكافت وممكن اعملها على الديريكتور عملت خلاص الخطوات دي كلها هحط كل حاجة بقى عندي في الديريكتور وهتدي أشترا يعني الديريكتور بالنسبة للبرمجية هو المطبخ اللي بتعمل فيه كل حاجة انا جمعت المواد بتاعتي اللي هتكون بيها الحاجة بتاعتي وهتدي أحطهم على بعض جوة الديريكتور وهتلع منتج زي ما قلنا البرامج اللي هستفيد او هستعين ديها اتعان خلاص المرة الكافتة بالفوتوشوب والجالينده والفلاش هنفتخدم النهار ده برامج المونتاج سواء كان صوت او فيديو هنبتدي بنامج الصوت عندي بنامج الساوند خرج انا عندي النسخة ساعة فيه دلوقتي حالينا نسخة عشرة ان شاء الله برضا هننزلها طبعا المفروض دوت الصوت بقى هيروح لو انا عندي مصنع او عندي شركة بتنتج اسبيهات التعليمية دي بيبقى فيه مكان استوديو معادل الصوت بيبقى الغرفة مبطنة الذي بيتخل يتجل الجهب بيبقى حاسس ان فيه طنون على ودانه مسكتر الجدوء انا جربت الخطوة دي كانت تجربة حلوة ده عشر ما لش انا نستيط هعمل سمين شير وهندخل على المفروض بيتسجل الصوت في قاعة مخصصة لذلك بيبقى فيه متخصص او ثاني في مونتاج الصوت وبيوصل للمبرمج الصوت جاهز ومتقطع بالكشتر احنا في ال director هعوز extension wave عشان جوه director يحوله shock wave ايه الهدف؟ الشوف wave مفتل هو بيبقى خفيف جدا جوه director فما بيبقى عند البرمجية حجمها خفيف وليش كبير لكن لو رفعته زي ما هو wave على ال director بيبقى حجم ضخم جدا ان شاء الله لما هنوصل لمحطة ال director في رحلة هنتكلم على ايه المفروض يكون حجمه في المودي بتاع دارك انا فتحت بالنعمج الساوند فورج اهو بفتح ملف جديد ما نخدش من منظره هو منظره هو سهل جدا واي حد ممكن مع لقصه يحاول التعلم لكن انا بلتو مش هشرح كل حاجة فيه هشرح الجزء اللي هستخدمه داخل البرمجية الساعة المفروض اللي هستجل صوت البرمجية هيروت للستوديو بتاع الصوت وهم هستجله عن طريق بالنعمج الساوند فورج او ايا كان احنا بشغلنا نستخدم الساوند فورج عملت ملف جديد هسجل بقى انا هسجل عينا دلوقتي وهمجرب ازاي نقصها وازاي نمنتج عندي هنا صرار بتاع الصوت او ريكورد كل دي البرامج تحكم او زراج تحكم في الصوت اللي هيفارد عليه مش هستخدم كل حاجة ومش هتطرق بكل حاجة لكن هقول ايه الخطوات اللي احنا هستخدمها بصورة اول حاجة همتاكل سيطلعني النفذة ديتها عايزه ايه انا عن نفسي مبلعش اي حاجة خالص زلين انا بقول له انت متأكد انت متأكد ما اريد اسجل اقول له اكري اسجل طبعا هراعي ان اللقاعة اللي هسجل تلك طبعا تكون الصماء تماما زي ما تفعنا دي الأستوديوم خاصة في ذلك بيدوز فكرة انا كده بدأت أسجل المفروض انا طبعا هحزف ده كله عشان يعرف ازاي نشيل من المونتاج المفروض ان هو هيبتدي يسجل هيقول حاجة بهدوء واحدة واحدة وهيحافظ على مفارج العنفاظ والفروف ويقول كل حرف بإتقال عشان ندول أبطال فلازم تعلموا الحروف صحيح أنا الوقت بتسجل ألف أسد به بقرة بجع جولة ته تاء باء تاء تنفاع ته ته صور جيم جرو جاموس حف كمار الوحشي فوت حف جمع حفظة جدا جدا ذو ذال ذئب راء رنة رنة رنجة دين جرافة تين صلحة 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 شين شبل شمبنزي شيئة صاد ترصور ترصور تقر ضاد ضبع طه طاوس ضه ضبي عين عنزة غين غراب ثاب شقر فهد قار قرب قنديل البحر قنفل كار كلب كروان تذكوت لام ليس لام لامة نيم ماعد مون نتناس نعجة نحلة نملة هاء هدهد هره واو وطوار يا يا مامة بعد ما بطلق بقول له اصطر وقلق هرجع للحضرة وبعدين نرجع للشوف معاي جماعة شفتوا لما اكتاحنا بالنمج تاوند فورج وتجلنا تاوند فورج ولا في حاجة ضعات اما ليش لو كنت تطورت عليك والصوت بس قلت بالمرة يخلص الـ 28 حرات تمام دبقتي ان شاء الله هنعرف ازاي هنقف صوت 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 وحرف وحرف وحرفه واتصدره بحيث انه لما يروح للديركتور هيبقى كل حاجة الوحدة هنرجع للتاوند فورج التاني انا لما بيجي برجع للتاوند فورج التاني انا لما برجع للتاوند فورج التاني انا لما برجع للتاوند فورج التاني فيقضى طبعا اخفاظه الاول عشان اي طوارق اقول له حاجة هباعكة طبعا مكان الحبب بتاعي فين بروح للموضوع للمكان بتاعي ممكن اعمل بورتشن جديد واستنيه صوت البرمجي مثلا هسمي مؤقتا لغاية ما هسمي جود جود فين برضو زي ما اتفقنا الموبيهات هيبقى لها اسم مشترك كل اللي يشتغل معي في البرمجيه هيبقى عارف الموبيل اولاني اسمه كذا والصوت الاولاني هيبقى اسمه كذا وهكذا احنا كنا اتفقنا في الصور سميناها ابي سي وان تو سري وهكذا ممكن كنا نسميها في الصور ابي سي قطء ممكن اللي هيبقى جود جود هنا في الصوت هنسميها ابي سي اس وان ابي سي لانها فرمز للأبجادية واس ساوند وان تو سري وهكذا تل الصور اللي هتوصل للبايدكسر برضو هنخليها ابي سي جي وان وما الى ملايه ايه كل اللي يشتغل في الشغل اللي بعارف ان الاسم ده ده بيرمز هذا الاسم الثاني جاومز وكذا هنفتقى الصوت مع بعض الاسم الثاني جاومز انا معرفش هالي اواضح ولا لأ طبعا الجود اللي اولاني ده كله ملوش لازمة هاشيله ازاي طبعا الجود اللي اولاني ده كله وانا مش عايزة هاقصه من اول هنا عايزة اشيل جزء اللي اولاني ده خالص انا ممكن اكبر افتغر الاول عشان احذر اللي انا عاديته بدقة ما اقصش الصوت من نصه او من اخر وكذا لازم ابعثة انا اقص من كين بالزبط عايزة اكبر او اعتغر كده ااخد الجزء ده كله ده كله انا مش عايزة ممكن اسمعه تاني قبل مقفل كل ده موش لازمة هاجل قفل حتة بس طنطق الجزء ده كله ليه عمل هنا طلك الجزء اللي هو بس او جزء بتاعتي بس زي ما احنا عارفين اللي هو التماعة فهنا هيتمع من ناحية واحدة بس من يمين او الشمال بس وهكذا فانا بحذر الاتنين وقوله انا فيه اشيل الصوت اللي انا مش عايزة هاتمع تاني واحدة واحدة الزبزبة دي ممكن لو قصيرة او ازاي بطولها وكلام دوت ممكن احدد كل كنترول ايه بس انا قبلها اعمل نسخة احتياته اعيزة اعمل نسخة منه كزاي بدوس قلت واسحب لبرا مجرد ان ادوست قلت واسحبت لبرا اعمل لي نسخة منه كزاي ممكن اعملها حتياته لان انا ممكن اقصه بعد تانا ما ينفعش ارجع لصورة الاصلة بتاعي طبعا نسخة احتياته الاول وبعد كده اعمل اعصف واحدة منه هاخليها عندي احتياته واختيلة خلص اعايزة ام اضائل كنترول ايه طبعا ايجreibت حاجة في ال tempted to او ايهcondوز كنترول ايه يضلل كل حاجة اااااreal الصوت عندي ضعيش شوية اعايزة اقويت عن طريق البروسر بوليا بقطع ده بس مش كتير لان كل سنة من دي بتعلي او بطاطي او هيا لو انا عندي لو انا صدح ضعيف او مش واضح او او مش بالجودة اللي هيا طبعا ديه شوية من هنا بس مش كتير ازا ما اتفقنا هو اقول له اوكي ممكن ان كارت بار او يصغر لو انا مش مطمئنة للنتيجة هم يكون تقول ذات بسرعة بس هو هنا بيرجع خطوة واحدة بس بيرجعش اكتر من الخطوة فلو النتيجة اللي حصل اللي بعدها ليش كويسة برجع فيها على صوت وبجرد ايه اوكي اسمع صوت احسيت ان هو كويس خلاص مثلا تاخد واحد واحد فانا خلاص عرفت ان دوارة الف بحديده الواحد وبعدين بقول قل واسحب لبرها وبسمعه تاني برده قد لمخطوة انا عندي هنا مسافات كتيرة فاضية ممكن هتأثر على الصوت ممكن افضل فاضي فترة وانا مش عايز الفترة فاضية من الاول دي فبتخلص الفضل الجزء اللي انا حطاه في البرمجية يكون على قد الصوت واسمعه تاني خلاص كده كويس هقول له كونترول اس بيقول لي هتسمي ايه زي ما اتفقنا احنا قلنا هنخلي الاقتنشا متاع ويبعادي هنحوله ببعا الديريكتور شوكوا يبعا هتسميه abcs1 احنا قلنا اه زي ما هنتفق زي ما فريق العمل هيتفق مع بعضه captain small المهم يبقى الحروف زي ما هي abcs1 وزي المسافة اقول له 6 وانا كده حفظته خلاص في الملف بتاع صوت البرمجية هاجع لغرفة تاني ماشي موضوع غاية دلوقتي كمان هو ساهم الفورج بسيط جدا وسهل ايه الاخبار ايه منخوضة ايه حاجة متابعين معي اكمل بالمناسبة حد جرت برامج صوت قبل كده منتاج اتخذ لو كي حاجة تانية احسن يعرفنوا عليها برس انا ليست مجردش الادوب واضيشان ليست مجردت مشوش بس انا تمان هو كويت ايه ايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نهار دا لو في وعد هنزل soundfurd اما كانش هنزله بكرة باذه ايه طبعا وممكن على فكرة احنا طبعا ان اتتفعنا دي بيبقى شركة اي مكان يعني الانتاج البرمجية هيروح له مثلا يعني الصوت الفلاني مش واضح قوي. الصوت الفلاني في غلطة في النحوة وفي الاملة والنطق. يعني يا نحو يا نطق. هممكن يرجع الصوت ويتعاد مرة واثنين وثلاثة جاهز متأكد ان هو قوي. انا النهاردة حتى لو الصوت مش حلو قوي هممكن عايز تاني. انا رسي قلت بالمرة خلص تسجيل البرمجي عشان مضمن شعب. الصوت مش واضح. كده كويس. احنا زالت تفاعلها محوظة تسجيل. انا بسجل تجيت. لكن محوظة تسجيلها في استوديو مخفص لذلك. ياريت اتوصل اليكم. نطبق مع بعضها. خلاحسني في تفاعل. كده 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 بسجيح. اعلن معلومة وصلت لحد. ولا هم. أستاذ أحمد ولا همك بإذن الله. هقول لحضرتك. الدرامج يستخدمناها بغاية دلوقتي. وان شاء الله لحضرتك لما هتدخل عن جروب هتلاقي فيه. أستاذ أمير وفريق دعم الثاني وفريق التسجيل. ما شاء الله عن ينشغني وانتز جدا. هي منازلين المواطن والبرامج اللي اتكلمنا فيها. والمحاضرات اللي اتسجع. السود دي أكوى مع كل. طبق سمعيني دلوقتي اهي السماعة متعالية كده كويسر. ولو الشاشة فاصلت تعرفوني اقصر وفتح البرامج ثاني. ثاني سعد. ربي هيا يخليك. البرامج اللي استخدمناها الغاية دلوقتي فوتوشوب CS5. ودلوقتي فيه CS6. لو عايت تتابع على قول. وطريق الدعم الثاني منازل CS6 مع جروب. برامج اللي اتكلم. برضو هو مع CS5 برضو. ان شاء الله ستشرح في الفلاش بالتفصيل. انا شرحت حاجة سريعة كده مرة فاتت. في اخلال او في حدود انتاج بطن. زرار يتنقل او يتصفح جوه البرمجية. اللي انا استخدمته في الفلاش. على حدود امكانياتي في الفلاش. ان انا اعمل بطن مثلا. اعمل بانر. فيه برامج الثانية حاجات كده انا وانا مش عارف. اي وفيه. ننهى الجالندة. سوسين دي كمبيلر انا انا اصلا مش فكر اسمك بنامه الاول. بس ان شاء الله هينزل برضو. يبقى استخدمنا فوتوشوب. فلاش. سوسين دي كمبيلر. سوسين دي كمبيلر انا مستخدمة. النهاردة استخدامنا ssd7. ولسا انكنل. طب حاضر. حاضر معلش راز. يبقى فوتوشوب. فلاش. سوسين دي كمبيلر. سوسين دي كمبيلر. النهاردة سوسين دي كمبيلر. 7 out 10 الاصدار الموجود وممكن اي برنامج مونتاج صوت تاني مش هيمنع من برامج المونتاج الاخرى عندنا الساوند بوث وعندنا الادوبي اودياشن مونتاج فيديو لسه هنستخدمه ان شاء الله ابسطهم وكلنا نستخدمه بسهولة لو حتى مش عارف اي حاجة عنده هيعرف الواحده مودي ميكر لو عندي ويندوز 7 مش هينزل عليها هو في العادة بينزل مع الويندوز الاكسبيب واللي قبلها لكن لو مش هينزل مع 7 بسطه الواحده او زي ما استاذنا قال موجود على الهوتنين ده ابسط برامج الفيديو في برنامج برمير وشرحوا دكتور محمد شالتوت في دبلومة متخصصة ليه ممكن ان شاء الله من خلال قناة المنطقة نرجع لها هي كانت قريبة جدا من شهر او شهرين بكتير فيه برنامج مونتاج تاني متعمق انا عنافسي لسه هدرسه ان شاء الله كمان اسبوعين برنامج افتر افكت انا شفت زمائل اللي بيشتغلوا عليه برنامج تخفى بيعمل مؤثرات ومجثمات وتأثيرات روعة يعني فعلا الي يعرف برنامج افتر افكت تدور تبقى يلاخت دي المحاضرة السابعة المحاضرة الاولى كانت استعارات سريعة تعتبر دي المحاضرة السابعة خمس محاضرات اخدناهم في الفوتوشوب المحاضرة الاخيرة كانت جولة سريعة الفوتوشوب الباقي فيه فلتر والدالم ده تعامل بطل والفلاش برده لعمل بطل ايه اللي محاضرش مع انا قبل كده احنا كنا زي ما مكتوب في الشاشة بتاعتنا المحاضرة مهندسة سارة احمد وانا استاذ سارة كانت ضرورتها مستمحة في الاول فهي ان شاء الله قلنا هنفطن بس في الاخر هننتج سيدي واحدة هي هتنتجها باللغة الانجليزية وانا هنتجها باللغة العربية وهنام الزرار داخل البرمجية هينتقل بين اللغة هي ان شاء الله هتبرمج من خلال الفلاش وانا هبرمج من خلال الديريكتور هيتطلع منتج في النهاية ان شاء الله يفيد اطفال 3G1 و 3G2 هيعلمهم الابدادية العربية او الابدادية من خلال اسماء الحيوانات واسواقها اللي لسه حاضر دلوقتي من الاول المحاضرة يعني انا استخدمت برنامج استعمل بطورج عشان اسجل صوت بخطوة اولى وامنتجه بعد كده اشيل جوب احفل كلمة الثانية اوضح كلمة معينة وهصدرها بإكستمشن معينة ممكن اصدرها ممكن اصدرها مرحلة دي في الرحلة هنشوف الفرق في الحجم بين الواف والشوك ويف الامتداد شوك ويف مش هينفع يتشاف غير جوة ديركتو لو حاولت افتح الصوت برا مش هعرف اسمعه لازم من خلال بلنامج الديركتور اسمع للصوت فلازم اكون محتفظة بالصورس بتاعي الواف اي مثلا تعديل في الصوت مش هينفع على الشوك ويف لازم اروح للواف بتاعه الاول اسمعه او اقص منه او اسجيلي تاني وبعدين من جوة ديركتور احويله الشوك ويف هو ديركتور زي زي راستر جوة الفوتوشوب يعني حتة ايه ان خلاص طبع ان انت تعدل فيه هتغير وقت مواصفاته الشخصية فمش هينفع اما لا يصبح تعديل في شخص التعديل هيكون من خلال الواف هارجع للسواندفورج التاني هعمل اتكمل الثاني وبعدين نروح للنوفي ميكور احنا بناتي قفونا حرف الالف حسين الصورس عندي احتياط الزمان مش هجزنبه اشان الله وحبيت ارجعنا في اي وقت طب افترض انا عندي مثلا دي برمجية خفيفة وخلصت الصوت بتاعها بسرعة افترض انا عندي مثلا برمجية علمية بتاع سنوية عامة ممكن تقعد معي ثلاث ساعات مثلا طبعا مش هاوصاك واللهف مرة واحدة طيب هاعرف من اين انا وين فين كون الصوت شبه بعضو هنا في حالة عندي اسمها ماركر الماركر كون الصوت بخلص ماركر كون صوت ماركر وانا ارواف من اين اين احسن ماركر كون الصوت ماركر أنا مثلا خلصت الشغل اللي هدى هنا ومش عارف لو قتلت فتحت تاني مش عارف اللي كنت وعيف فيه فيفضلت في الحالة دي دعم الماركرة دي خطوة او سبب الاسواد في اخدام الماركرة الخطوة التانية او السبب التاني انا مثلا وانا بسمع الصوت حسيت ان الكلمة دي فيها غلط طيب هرجع للسجل او المتخصف المشف العالمي او اللغوي هرجعن واعرفه الصوت دي فيه غلط ولا لا ازان لازم كنت ساعت احاطة ماركرة في المكان الفلاني وابعارف ان دي روان دا عنده غلطة في الصوت في النقط في اي مشكلة فيه يبا ايام احط الماركرة اخلص الشغل اللي هرجعن هكامل بكرة او فيه غلطة معينة او اي سبب انا عايز اقف شوية عند الجزء ده فده احط ماركرة بايكليك على الجزء اللي انا عيده وانست ماركرة ممكن انست كومنت على قسات ايه كومنت لو انا اللي مش هكمل شوية اممكن اعمل تعليق للي بعدي هو اللي يكمل بعدها اه 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 ام بسرد انا استخدمت كل حاجه اللي استخدمته في ماركرة ممكن انا بقى مع نفسي اتصفح وعارف ده اعمل ايه وده اعمل ايه انا مش متخصصة في المونتاج صوت لكن اه طبعا يفضل اي حد يشتغل في اي مكان يبقى متخصص شغل وفي نفس الوقت عادت غيره ومشتغل ايه كفكرة حد فانا فكرتي في البرمجة في المونتاج بتاع الصوت وتسجيله اللي هقولها الغرضة مش عالي وسمحوني لو انا اثرت او قلت حاجه غيره سجلت حرف الالت خلاص ومعته وعملته كذلك هتمعل بعده بحر اسد هاخده الواحده برضه هظلط ونصد الوظل من بعيد احتياتي عشان الصوت ما يتقطيعش معايا او كبير احنا في الوقت عندنا كلمة كلمة لكن ممكن تقول جملة على بعضها هدوس ALT واسحب لبره كذلك هلاقي عامل الموس عندي مربع وفيه علامة الزائل وهسيق انا ببضل ديف ALT وكليك ودراج واسحب لبره فبيعملي كوبي منه على طول طبعا فيه اكتر من طريقة زي ما احنا عارفين من جول ويندوز فايل وكوبي فايل وبث ادت كوبي او ادت بث طبعا وممكن منف تي بورد كونترول سي و كونترول جي لكن الافضل الالت ونخلاص على طبعا بمسح برضه زياده علشان ما يبقاش فيه فراغ في الاول في الاخر كتير وباسمع الصوت اتأكد واقول له كونترول اس طبعا مع الشغل الكتير مش هاكد وقت كتير في الافضل او منتاج الصوت حسن الحبه دي زياده ممكن اشالها تاني لو فيش مشارة في النص ممكن بكبر اوي 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 كده واشيل حبه الشوشرة الصغيرة اللي تبقى في النص خلاص طمنت وصغر تاني كل ما بكبر كل ما بيجيب التكبير اكبر ايه لو انا المصديم للصوت او ده ماشي خلاص او مش هلا ايه تاني مش هعرف اخليه عادي دي الجزء دا تاني طب تحصل ايه ان انا ممكن اكد جملة او كلمة اقلها بجملة وحطها بكلمة تانية او جملة تانية فعشان احسس ثلاثة من الصوت اللي مفيش اختلاف بكبر اوي 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 كده بحيث ان اخلي بداية الصوت ونهاية الصوت الجديد والقديم او رايدين من بعض اوي فمش هيحس بالفرق طبعا في الحالة دي لازم اضع حلعة في البروسس واخلي الوليوم بتاع دا اللي احنا كنا واقعتنا للصبح او للمحادرة اخليهم الاثنين تقريبا في ثوى واحد ازاي يعني انا عندي مستوى الصوت ااخد من هنا مجيش اخلي المستوى اللي بعده الصغير دا كده لازم يقول الاثنين اخديه النفس عليهم الصوت بحيث ما يحتاجش عندي دروب ولا بس مع الصوت احنا قلنا كنترول اس خلاص هرجع للمحادرة ماشي رمان همانتش كن بصوت كنا بسرعة وهنوح لمودي ميجر لو انا سريع معلش دي طريقتي لو في حاجة فاكت انا مستعد دعيد تاني معلش انا سريع جواس كلان ايه الاخبار ايه الاخبار معايا ولا ايه الاخبار ثاني همانتش كن صوت بصوعة واحاول ممكن افتح الدارة واصدره بالمرة وهنرجع لها الخطوة دي تاني ساعة هاته بس عشان يعرف الصوت ايه الاخبار الخطوات دي كلها المفروض المبرمج ما شافش حاجة دلوقتي كل حاجة تتعمل في مصنحها اللي بيعمل الجرافيك خسم رسوم او فريق رسوم هو اللي بيعمل فوتوشوف فريق الصوت ومنتاج الصوت بيعمل الصوت منتاج الفيديو والصور بيعمل منتاج الفيديو والصور كل ده هيخلص هيستمه المبرمج في النهاية هيفضته كل ده على بعضه ويسلمه الكواليتي هيقيم وده طبعا مش ميزة لكن انا بقول حضرتك انا باستخدمه فباكن طبعا مفيد الناج احدث انا اتعلمت عليه ماكيش مانع خلال فترة الديبلوما او المقادرات دي لو عرفته هاشرحه انا مجربتش الدرمج الثاني اللي جربته في المونتاج كان ساوند فورد بس اوعد حضرتك او اوعد حضرتك ان شاء الله لو انا نوية انزل العدو دي ايشن لو عرفته ان شاء الله هاشرحه المرة الجاية انا عفوا كان مفروضت انا يكون محضرة اكثر من اننا اتعلم المونتاج بس والله عندي حاجة تاتة حاجة في اليوم الواحد بدرس وبدرس وعندي تدريب امسحن بكرة دهولي بقى لا ده مش عالة فيه النسخة الساوند فورد فيه تاني وده له هتنزل على الجروب داتنا ده ربنا خليكو استدامين هو امكانات ساوند فورد لشوحشة اهلا بحضرتك افوال اهلا بحضرتك حبينا خليكو جميعا يا جماعة انا اللي بعتذر والله مفروض اكون محضرة اكتر من كده كنت متوقع ان انا احسن من كده بس معلش والله الظروف ان شاء الله مع الديريكتور ربنا هيته ان شاء الله همنتش كمسوت بسرعة وهروح الديريكتور هسماعه هناك ازاي وبعدين نروح لمونتاج قبل ونروح للصحبت وانا هنا عندي رفلة شوشرة النص مش هاخدها بسرعة هامكام صوت بسرعة وهاشيل برضو زي ما تفعلنا وانا اولاك مكنت خلاص وابقت واثقة ان الصوت مش هيتقطعف ممكن ماخدش مساحة الجيرة وضيح حوالي ذكي ازاي الموجود ذلك هسمع وكنترول ام واخد صوت قليم وحليه الرقم اللي بعده قابل طبعا المتخصصين في الشغل ده ممكن يطلع لي البرمجية كلها في يوم واحد هسمع برضو الاول هسمع ازاي انا ممكن احط المؤشر في الاول في النص الحتة اللي انا حاسة فيها خطأ ممكن اعليها او اعيدها كدة مرة اكبر او ازاي ما انا عايزة ازاي ما اتفقنا لو انا في عندي حرف غلط ممكن اخدم الهتة تانية لو صاحب الصوت مش موجود معايا مش هخلي بقى واحد تانية يعيد تسجيل البرمجية كلها من الاول هدور على حرف او كلمة زي دي اقالها في مكان تاني واخدها وادمجها جوة صوت هول لو كنترول ايه اقلت وادحب ورني برا delete بشيل جزء بحدد بشيل الجزء المش عايدة اتمع هخلي الانتداد ويشغير في الويد انا ممكن افتح هنا واشوف الانتدادات اللي عندي ايه حسب اللي بتطلب مني بالStory Board للسيناريو احنا كشغل نستخدم الويد كونه زي ما نستخدم الAIF مش عارف اصل دلواتي بقى موجود ولا لا هو بقىش موجود دلواتي بقى نستخدم الويد هنحاول نشغل ويف عشان يبقى حاجمه قليل هاتيقه زي ما هوا واقوله سيل قلت واسحب لبر وهكذا خلاص انا خلصت 6 اصوات دول مثلا ممكن احفظ احتياطي تاني لو انا عملت حاجة غلط حاجة فيه نفسه انا كده خلصت بتسجيل بتاعي هفتح المكان بتاعه فين ونسميه صوت البرمجي داع التاع عندي S1, S2, S3, S4, S5, S6 دوت السورس الاصلي ممكن نخليه فولدر القوة الفولدر داعشان ما تلغبتش ويسميه سورس مثلا كانوها من انواع تنظيم العمل بس مش اكثر فولدر 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 ممكن ان افتح بابينامج دائرة بسرعة ومتالقوش لسه منه للي اول مرة يشوفو احفظ الرحلة برضو ان شاء الله هنشتعل على 11 مش النسخة انا مثلا عايزة اسمع الصوت اللي انا حطيته ده الاول بصداره ازاي جوه البرمجاب تاعتي دي كانت حاجة استعرض معه في المحاضر الاول او ان شاء الله النهار ده قبل ما نمشي هنستعرضها تاني ولا اعرف تعاملات ازاي مثلا الصورة دي عايزة احط عليها الكلام بتاعي او كل مثلا هحط هنا اسم الحيوان هحط هنا اسم الحيوان مثلا صورته وزرار لما هيدوس عليه هيسمعني صوته زرار تاني اما هيدوس عليه هيقول لي النوت بتاع ايه بالنوت ازاي او اسمه ايه كصوت حدي بيقول هعمل زرار بسرعة ممكن نعتبر ده الزرار مثلا مؤقتا كل ده هيتامل وقته بالتخطيط هزي الاوش والنفترض ان هو ده الزرار اللي هيدوس عليه هيجيب لي السود بتاعي الاول انا مش عايزة افتعجل الاحداث بس ده اسم الكف الكف ده بيتحط فيه كل عناصر الشغل التاعتي اللي هشتغل بيها جوه البرمجات سواء كانت صور اه تكت تاون اه بها يارس اكواد هتتحط كل ده بيتحط جوه الكف وكل حاجة منهم ليها رمز السود عندي اخد رمز السماعة الجرافيك اخد رمز فرشة التكت اخد رمز تاني وهكذا لكن لو هينزل كأنه صورة هيخلص رمز الصورة فبسوط عندي نزل هنزل صوت بتاعي ازاي؟ بعمل له right click import مؤقتا ومن استعجلش ومن حرش هقول له المكان بتاعي في المكان الكلاني أنا عندي هنا في المشهور صوت الضغمالية هاخد من هنا بغاية أنا في المشهور دي وبرضو هعيدها في وقتها تاني أقصى حاجة ممكن أخدها في مرة واحدة 40 صوت أكثر من 40 هيفعل البرنامج ويطلع لي إرور فلو أنا هحمل صوت أو هرفع صوت جغب director هعمله 40 أنا ذات كده أخدت with them هو ببدأت أشوف مساحة للملف هلاقيها ضخمة جدا بس هيتقضي دول where دول direct عايز اسمعه بعمل double click عليه وعمل play من هنا بس ازاي ان اتفقنا ان حجم الweb حجمه ضخم جدا فأنا مش هحطه دلطريقة دي هحطه ازاي؟ تاجي على قايمة extra ومؤخة ما تستعجلوش وما اكرفوش برضو بحاول convert wave to shockwave select new folder ده المكان اللي هيتحول لي عليه الصوت الجديد اللي هي بقشوق ويب هقول له خليه جوه المشروع وهه حدد المكان بتاعي اللي هو صوت البرمجية وهقول له أعمال لي يا إما هخليه بره على صورة كان يفوض الأعلى صوت او فولدر اسميه swf خليه دلوقتي اقول له select folder هو من هنا هجيه عند الصوت البرمجية وهعمل folder جديد وهسميه swf swa وهو shockwave خلاص هرجع للداريكتور ثاني تقفل وفتح ثاني عشان انا يحس بالحاجة الجديدة من extra convert wave to shockwave بحدد له المكان اللي هيتحط عليه الحاجة فبقول له هنا في الشوكويف جوه المشروع select folder add files الحاجة اللي انت عايز تحولها فين فبقول له add files وبرضه هقول له المكان اللي انا هاخد منه الصوت واحدد له ممكن احدده كل مرة واحدة وممكن احدد واحدة واحدة فححددهم كده برضه اكثر حاجة عشرين تقريبا اكثر حاجة في مرة واحدة فقول له open بينزلي الحاجة اللي انا هحولها قال لي الاصوات اللي انت هتحولها دي ودي ودي انتكبت خلاص فقول له convert هو كده حولهم خلاص فقول له close right click import هفتح ال swa نسلولي واخديم رامز ال director هلزلها من هنا وهحاول افتحهم من بره بعد شوية ومش هيقراها الا بالطريقة اللي هنسمع شفناها قبل كده مش هينفع يراه هي بقى الشوك وفده اولا هنشوف حجمها بإيه واحد كيلو بايت ونشوف حجمه 1 كيلو بايت واحد وسبعة من عشر او واحد تمانية من عشر نشوف حجم الصوت الثاني ال wave 64 كيلو بايت شفتوا فرقة بإيه الصوت في الحجم كل الصوت بقى لو عمل كده هيفرق ما في حجم البرمجان في الآخر فرق بير جدا يبقى الشوك وفد منه نوع من الانواع الامان ان انا مقدرش هسمعه الا من داخل البناني بنفسه وفي نفس الوقت يبقى حجمه قليل جدا طيب انا دلوقتي حطيته داخل وما سمعتوش برضه معلش للي معرفش ال Directive 5 قبل كده معلش اتحميوني النهاردة انا بس هعمل جولة بسرعة كل ده هيتعدي التفصيل ثاني هروح للستاج هعف هنا على البرس ده وهقول له عمل لي وسميهولي sound هقول له اوكي البيهيبير ده تخليني فيه حقم يلاحظ الماوس في الماوس و مket ihr الماوس ايضا اجراء ما نستعجلش انا بس هعرفكم بس شكل البرمجية او هيحصل ايه في البرمجية عشان احنا عمليين نتكلم ومشوفناش حاجة على دايرتور وبرضو موضوع الفلاش والشوشرة اللي حواليه ده ده كل انا مؤقت انا هعمل بليه كده انا مش عايز قبليه من هنا عايزة من هنا هعمل هنا شرق الصوت عشان يفضل واقف ليه اشتركوا في القناة فعل شبطوا هنا معي يا جماعة بي اختفت طيب انا ممكن اعمل شكل ثاني ميش لازم ف ذا ممكن اعسم مثلا اذا انا مش عمليه مؤقتا ظهرني عليها الكدة هنلاحظ ايه هنا انها عندما جيت على الدايرة دي اتغير شكل الموز من فهم يعني بيقوله ان هنا فيه حاجة او فيه زرار طبعا نظرمش يبقى بشكل ده ان شاء الله لسه ساعتها هنبعث الضرار الخاصة بالبرمجة ده بس شرح سريع الصوت هتسمعه زي لما اقوله انا عايز اعرف اسم الحرف ايه عايز اسمعه بيبقى اسم الحرف موجود قداني وبدوس على الضرار بيسمعه طيب ممكن انا بقى اعمل ايه تتابع للصوت نفسه ممكن اغير الصوت من هنا دلوقتي اخليه اخليه استعوان دي بتاعي اللي بعده مثلا اوكي اما هعمل بلايه كل ما هيدوس عليه كل ما هيتسمعه تاني هروح له الورفة تانية معلش نطولك المرادي ايه الاخبار نعيش لو من حضرة النهار ده مميلا شوية ديريكتور ان شاء الله هو يبقى كويس بس برضه لازم نمر على مراحل التانية لازم نعرف كل خطوات البرمجات تاعتنا ايه اللي بياخدها في طويل او يا سيزائي انتو الاول سمعين الصوت صحيح انه هو وقت المنتاج ولا مجتمعينه مجتمعين؟ مجتمعين الصوت جواه صاند فارج ولا مجتمعين الصوت خالص؟ الصوت اللي سجلت جواه دي يبكر؟ وانه من جوه صاند فارج صاند فارج اللي هو بعمل في مونتاج الصوت هو اللي مستمعين فيه وانه جوه بينامج الدييريكتور صاند فارج اللي مستمعين فيه وانه جوه بينامج الدييريكتور صاحب كتير يعني يعني حضرتكو سمعيني ذاتي عادي لكن هناك مش سمعين التسجيل هاة لانه ما نعرفش يعني الصوت اللي ببقى من خلال الجاه ده بايستمعاش هاة طيب شكرا سيد احمد مع مشتبه هذا ما اسمه في المخاضرة ان شاء الله التسجيل والله اعلم برضه طيب احنا ان شاء الله نجرب في البيت باج والله لما هننزل برنامج ساعد فرب والخطوة دي عارفنا نجربها بسرعة حيث تتحويل جوا برنامج الداريكت طيب انا مش هنفع طاول بقى في الصوت اكتر من كده احنا تقريبا خطوة الصوت بات عارفنا مرحلها ازاي الغايتنا من دخالها جوة البرنامج مش كده لو في اي حاجة في خطوة المونتاج للصوت لغاية ما بصدرها على جوة البرنامج ياريت انا تحت اموركم فاي سؤال طيب حكتفينا بهذا خطر الصوت لانه مش مسموع علشان ما يبقاش فيه مال كده هقفل ساوند فورج خلاص عارفنا ازاي ان دخله جوة البرنامج دي عارفنا ازاي ان دخله جوة البرنامج انا خلاص استجدته وعملته وحولته البرنامج وخليك الفولدر برا هعمل فولدر تاني وهسميه شوك ويف او ومنجوا بنامج البرنامج ومن خلاص قيمة اكستر اختار ويف تشوق ويف احدد الفولدر اللي انا هاخد منه والفولدر اللي هحطي فيه وحو شفضدار او هعمل كونفرد للاصوات ليزدن عن 40 صوت في مرة واحدة النشوط اكدها 40 او 20 انا نشو نشوط اكدIM ا��� persona 40 او 20 بسü y 40 إ شهله انا عندي هنا صورة الاسمه امبورت او من فايل امبورت يبقى زينا تفاعلنا اي قائمة جنبها ثلاث مؤقت بيفتح لي مربح يوايب اللي عايز تعمل اي فيه او الخطوات اللي انت هتتباحها بعد ذلك يبقى انا عندي ثلاث طرق اعملتها امبورت للصوت او اي عنصر داخل الكارت يقيم مراكلك امبورت يقيم من الشريط التحكم فوق هنا امبورت يقيم من قائمة فايل امبورت يبقى انا عندي اربع طرق الامبورت يبقى انا عندي اربع طرق الامبورت يبقى اعمل الكارت من شريط التحكم وقايمة فايل كنترول ار من نوحة مفاتيح احنا كده دخلنا الصوت جنب دايفتور وداهز للبرمجة في مكانه المطلوب خطوة الصوت كده الحمد الله قلناها كويس او قلنا كل الموكدين فايل في البرمجة هنخلص ساوند فورج هناخد مونتاج الفيديو او مونتاج الصور الحمد لله سيد امينه مونتاج الصور افصل درنامج للمونتاج ويندوز مودي ماكر هنستخدمه الورده بسرعة اللي عايز يتعمق في الاحدث منه او الافضل منه درنامج دوبلونه بتاع الدكتور محمد شانتوت وطبعا على اليوتيوب هيلاقي كل حاجة اه افتر افكت ده بقى تخصص التخصص وممكن يعمل بقى ثلاث افلاء ومو حاجات كده اه انا ان شاء الله على نفسي بسه هتعلمه بس انصح اللي عايز يعني اشتغل في المجال ده وتعرف الافتر افكت مونتاج جدا هنشتغل بلنامج المودي ماكر ده فادي خالص ودفع ملف جديد بقوله استيراد هنجاح جديد هنجاح جديد هنجاح مثله استيراد مكان وفوجه بتاعي هنجاح هايز ارجع للفيديو نفسه اه او فادي فيديو استيراد صور او موسيقى انت ممكن تعمل يعني موزيك ليد كده وحدك يعني ممكن تحط صور ستة ورا بعض وتعمل تأثيرات دونها وتنزل معها اغنية او موسيقى كخلفية ممكن تنزل شرح بالصوت واحد يسجل هنا في ريكورد دهو ممكن واحد يشرح مع التأثيرات السوقية وفي الاخر بيالد ناطف الفيديو قبل ما يصدرها يبقى الخطوة الاولى بقوله استيراد فيديو هينزلي الفيديو في المكان ده انا اخترت الموزي ده مثلا وانتانيه باستيراد وحسب طول الفيديو لانا هامنتاجه او لانا هعمل عليه مؤسرات او اي حاجة بياخد الوقت بتاعه اي حاجة بيخلصوا بيينزله ده في المساحة ده موضوع صوت كسكيديم شير ده انا عايز اشوفه بقى دارفت مواقوب صوت فهيبقى شرح الدارفتور كده مش حالو عايز اعمل تعزيز ايجابي تعزيز سلبي موسيقى وكخلفية وفضلت بيسمعانه معي طيب على بان ما هو يحمل معايا مجددي اترا معه اللي في اي مشكلة معه لو في اي سؤال او اي معلومة احد ممكن يعني ايه هو عارف عالمش عارفها يا ريت احنا بنتبادل معلومات لو في حاجة افضل انا اعرفهاش بس انا ممكن اجربه في شغلي اطلع بحاجة برضو ومحضرات دي باني خليك سيد احمد استاذ امينة ان شاء الله الافضل افكت ام اعرفه من خلال جروب هيبقى فيه تفاعل برضو ان شاء الله تعال نصيحة ان شاء الله من اللي هيشتغل ان شاء الله في المجال داود يكون عنده فكرة عن كل البرامج اللي ممكن استخدامه انفضل هاشوف البنانج اتحمر الرجاء اللي قطط الفيديو هي خلاص كده نازلت انا ممكن همسحه اللي فاحت الفيديو هنه بينزلي كمدة صغيرة المدة الواحدة تقريبا ديئتين او ديئة ونص ديئة ونص ديئة ونص ديئة ونص حسب توني الفيلم او توني الموفي اللي انا هاقصه ده لو فيديو لو صورت طبعا هتنزل انا هنزل الصور وراء بعض مثلا الجزء داود انا مش هايزاه في الفيديو ممكن استعرضه الاول من خلال البداية هنا بيجيبلي حاجة مرة واحدة انا معرفش برضو الفيديو باين ولا لأ الفيديو كصور باين ولا شاشة صودة فتنانا يكون باين معايا يا جميع بس كان قبل كده يعني مثلا انا جزء دا كله مش عايزاه فممكن اخلال موفي ميكر جزء الاولى داود بس فعيد عنه اشيره لو انا عايز جزء بس صغير هيخدم البرمجات بتاعتي عايز اقورينه مثلا حيوانات اللي كانت موجودة في العصر الحجري يعني ممكن استخدم الفيديو في خلال اللقطة اللي انا عايز اوضحها للطالب في البرمجات كل دا مثلا مقدمة انا مش عايزها انا عايزة مثلا اول اللقطة بتاعة الديناسوري هو بيوضح لي هنا انت هتستخدم من اي حتة فانا مثلا هقول له طيب انا شايف ان الجزء داود مثلا هي لاسد معي في الجزء اللي انا هشرحه في البرمجات هنزله هسترجع اللي بعده مثلا من يعني انفاني من يعنيش مش هاخده وهاجبه اخد اجزاء اجزاء من انا عايزها وطبعا بيبقى فيه معي لازم باتتباحه لان الفيديو لاسا ما يزيتش على كميجا علشان تحميل البرمجية او السيدي ما ياخدش وقت وانا اشغالها فيفضل انا اعمل فيديوهات كتير كل فيديو حجمه صغير احسن معنا فيديو كبير مرة واحدة بيبقى فيه معايير بلاتتباحها ما يزيتش الفيديو على اتنين ميجا الموفي نفسه كل ما يزيتش على اتنين ميجا لو الفيديو كبير قوي ممكن اعمله لينك من برا يعني خلي الفيديو برا واستدعيه جوه الديريكتور مايبقاش جوه الموفي نفسه ان شاء الله جوه الديريكتور هنتكلم في الحيات دي بالتفصيل انا بس هقول ازاي المنتج انا بسبب مش عايزة كون الديديو عايزة لقطات صغيرة منه وطبعا لازم اراعي ان بديت اللقطة والهاية اللقطة اللي قبلها يكونوا منسجمين مع بعض لو مش منسجمين مع بعض هعمل تأثيرات ديهم بحيث ان انا الصورة دي تخلص بتعملها فيد واذا بعدها تخلص تبتدي هي تعملها فيد ان واحدة يبقى فيد اوت وواحدة فيد ان يعني تختفي بطق والتاني تظهر بطق بحيث ان يبقى فيه ايه نوع من انواع الحركة الانيشان لو اللقطات اللي مش ركديه على بعض فممكن اخد بالعيد داوت بالتنجا دي طيب انا نزلت خلاص اللقطات اللي انا عايزة واكتفيت فهقول له اعمل لي تأثيرات بقى حوالي الفيديو او الانتقال بين الفيديو والاخر التأثير دي تبقى جوة الفيديو نفسه لكن الانتقال هو الجزء اللي بين اعطائه الفيديو انا ممكن اقول له انهيلي الجزء الاولاني من الفيديو وانتديه بالتاني بالشكل دا يبقى واحد يخلص والتاني يدى او خليه بالشكل دا طيب انا كده شايسة اول فريل اول فريل اول فريل اول فريل اول فريل ممكن قبل مما اصبر الفيديو استعرضه كده والتأثير التاني ما بنش قوي فممكن اشيله وحطه غيره اجرب حاجة تانية اللي هكما لايك تأثير واضح لو دي بسيئة قوي فممكن اعملها ايه اه 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 انا عايزة ارض علينا المجموعة اه ساي مجموعة لايك انشغل علينا بس محطش الاخير ايه كنت أخذ موزية الحديث الأخيرة أشتغلتها داخل الموزيوميتر لا أجدتش أنا مش عارف وردي معنى أخروض برا عن الحاجة بجيبني الفيديو الأساسي لأخذت منها أخوانيز مصرح أخوانيز مصرح أخوانيز مصرح هقوانيز مصرح ذاتس مصرح المصرح أخوانيز مصرح ساعة موزية العرش وإن كنت أعرف أكثر سوى الأخوان في المصرح تبدو فيه بشكل صدقات مصرح إفكت بنصور صبتة لحيوانات مختلفة مثلاً بتشترك في صفة واحدة ممكن أعمل لها فيديو صغير سريع كده وأصدرها على البرمجات تعيب يعني مثلاً أجمع مجموعة حيوانات أكرة لغشب أعمل لها لقطاتورة بعض وأعمل إفكتات أو تأثير انتقال من الواحدة الثانية كانوا من أنواع المعلومات الزيادة ممكن أعمل الزهور كده فيه معلومات زيادة ما عليش أنا طورت عليكم لكن أنا كممكن أرجع للبتاع اللي شورت بتاعي على طول من خلال القائمة دي أنا حاسيت مداني ممكن أحطها تاني ممكن أتلقل بين واحدة والتانية كده لو أنا عايزة دي بعد دي بحركها كده بديني شورت أغرق كده أنت هتحطها هنا هتحطها في الآخر وهكذا فأنا عايزة أحطها بعد تانية عشان تديني إطالة شوية مثلا وممكن أدوس من هنا وأكبر أو أصغر كده هو لو أنا عايزة أمانتها شوية لو أنا مثلا شيطا من اللقطة دي كبيرة أو أنا عايزة أصغرها وبقف على أخير هكده تديني سهم أحمر عكس بعض ممكن أرجع شوية اللقطة كده أنا كده قصيت جزء في الآخر أو خبيته هو مش مقصوص أنا لو رجعته تاني هلاقيه موجود عندي بس أنا كده خبيته في وقت العرض مش هيباني يبقى عايزة أشيل حتة في آخر اللقطة أو في أولها اللي عرفه في موضي نترتين أنا ممكن ألعب أول أو آخر اللقطة بس إذا في وسطها وما أقدرش عملكاته بس إلا إذا أنا رزعت اللقطة نفسها للأول في مرة وثنين وثلاثة تانية هرجع ممكن إظهر لفت العمل تاني أنا عايزة أحط الصوت أو مش عايزة هنا بيقول لي هل ما انت هتجل هتبزأ سجل ممكن تحطه حانا موافق أن انت تضيف صد صوت يا لأ لأ هقول لي إن أنا مش عايز مثلا أنا ممكن أنغي الصوت خالص انغلي الصوت خالص لو هاي لعندي صوت ومش عايزها هبقوله من هنا انغلي الصوت خالص يبقىח عاندي فيديو في صوت ممكن أستغل عنه من هنا لمكن أضيف صوت ممكن اقص من اول الفيديو او من اخوة بعده هقطع بعطاقت هرجع تاني لازهر لوحة العمل لو انا عايزة هتقرص هنا هكبر ويجي للعطة اللي بعديها وقفاندها وكبر وهكذا طيب انا ممكن بعمش هاني هنا مؤثر مؤثر دانهم هامل مؤثر هنا فان البندن زي بعض حاجة تانية هايزة مثلا احط اللعطة دي كمان خلاص هاجي بقى للنهام مجموعات تأثيرات الفيديو اخوان انتقالات الفيديو اختار دي وحطها هنا انا مكتل ياما بالخبرة ياما حسب المادة اللي بتتعرض الانيميشن ده هيدان في اللقطة دي ولا مش هيدة انواها كده هو انواع انواع ايه الفاصل باللقطة والتانية بحيث هو ما يبانش ان فيها نطة مثلا اولا انا خدت من ناحية ومن ناحية تعرض من هنا هو كده واقف على اخر حاجة انا واقف عليه هنا لو انا وقفت هنا هامل بلاي من اول هنا وقفت هنا وهكده يبقى هاجي من اول الفيديو خمس وقوله بلايه هشوف الفيديو كده قبل نصدرك مناسب ولا مش مناسب ده مثال انا جرت الفيديو مثال لكن في دور ما جيدنا هيبقى كله الجرافيك طبعا ده الفيديو طويل انا ممكن استغنى عندي بقى طعام هنا كده هستعرضه هتطمن عليه خلاص انا شرطه ان هو كده كويس هشوف التأثير اللي بعده عمل ازاي التأثير اللي بعده لقيته خلاص كويس وقرأت حاسيت ان اللي اعطى كده كويسة وكفية عليها خلاص انا خلصت كده هقوله فايل حفظ المشروع او حفظ المشروع باسم افوان هرجع للمهام هدوس على المهام الاول وهقوله تحرير الفيلم افوان من انهاية الفيلم اصداب العربي انا كنت عندي نصح انجليزي اا من انهاية الفيلم هقوله حفظ الى الكمبيوتر الخاص بيه فهدوس عليها كده هيطلع لي الشاشة تانية هيقولي الفيلم ده عارس نسميه ايه احنا في البرمجاية نسميه ABC في الاول سيبقى على طول ABC الفيديو هيبقى V1 مثلا لو دوت لقطة الفيديو الاولى بيقولي هتحفظه فيلم ايه من استقراض او من انجليزي هقوله في المشروع الجديد احفظوه لي جوه ااا اه هتحفظو علي في الاول او او امول فيديو مثلا اشان ابقى عارف انو ده خاص بالبرمجاية بتاعتي وهقولله اوكي هيبقى يحفظوه لي في المتصدر ده باسم ABCV1 نكفت يقول لي ان هو الملف هيبقى كده انا ما عليش اختيارات هو بيصدر الملف الفيديو من ده البرنامج ده على ال MWMV ال MWMV هو director كويس جدا لكن ممكن نصدره AVI لو انا عايزه او هستخدمه AVI ازاي زي هو director عندي برنامج بيحاول extension تاني ممكن نعرف الهو ده او ممكن وقته وقت شرح ده والديركتور فهقول لي مكس هيبقى يحفظ الملف تنمي يا درافي ده ماشي الحال ولا في حاجه ماشي الحال انا خايفة اشرح جوه البرنامج انا دالي بتيه سيبة فمش عايزة اشرح فيه وانا ناسية لكن ما فيه وقت النهر قبل بدل ما ادخل في الديركتور فهو باساة الاخيرة ممكن نكلم نهذه في البرنامج بسرعة من سنة نفس الاتصال فيديو لانا هنشرح رحلة فعلا ببار مجاليات الاموذي اللي احنا عملنا في اول رحلة خالص هنشرح بسرعة ازاي اتعمل جوه الديركتور ومن المرة الجاية ان شاء الله انا اتعمل جوه البرنامج هشوف البرنامج فيديو كاره يخلص على تصديره و اولا يخلصه يقوللي هيتعرض بالشكل الذي انت عايزه ده هيعرضه لي على طول موه قليلاة حيارده لي انا طبعا نسيت اقوله لحضراتكم ان انا ممكن من الجوه البرنامج قبل نصدرها لقطة الفيديو وهقول له خليلي حدود اللقطة بتاعتي 300 و 400 والشيف 380 مثلاً دي بقى فيه ساعات داردو ستاندرد للفيديو جوه الديريكتور او الشاشة ده انا عايزها ايا كان عرضها وبطولها اقول له خليلي ودسل هاي بتاعها كذا بكذا ممكن انا هتكر خلاص التمنط اللقطة بتاعتي كويسة بسيبها في الحلدر بتاعي وهبعتها للمبرمج هو هينزلها في الوقت المناسب على برمجية حسب اللي وجود في الستوريبون ده برضو قسمتان من الاقسام اللي بتشتغل في جوه انتاج البرمجيات قسم المنتاج الفيديو او الصور احنا النهردة او دلوقتي اتكلمنا عن انتاج صور منتاج صور الفيديو عفوا طيب عايزة اتكلم عن ايش اخفزه مقتل عن الصور صور اشتركوا في القناة اشتركوا فيديو طيب اعمل ملف جديد وهقول لي استراد صور المرة ليست استراد فيديو اشتركوا في داخل المشهور ادور على الرحلة الفوتو وليكن مثلا انا عايز احط دي وعايز احط ده باختار الصور اللي انا عايز انا نزلها انا فيه حاجات فتنية اشتركوا 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 ان شاء الله قبل الـ Directive وانا اشتركوا فيه هبكو كل مكتبة جاهز عني امد الحاجات دي هي بتنزل خطلقائي حسب الشغل اللي هاعمله انا عايزة ده هينزل وراها دي وراها دي طبعا دي نقطة واحدة بس فريم واحد بس هيبقى سريع جدا طيب عايزة ادي الوقت اكبر ممكن اعمل ctrl c ويجي هنا واني ctrl v اعمل اكتر من المرة بغيت محسن ان الزمن كده كفاية ctrl v مثلا عشان يدي الوقت بس ممكن اخط المكتبة دي مع بعضها فريم مثلا خلقة تكيد كده مثلا انا هعتبر ان كل الاشكال دي حاجة واحدة بس وهذه عند هاي عند مؤثرات وهي حطه بعد كل شكل المؤثر ده بعد هاده خلصت البقرة هحط بعد هذا اخر حاجة مش هحطه طبعا علينا مش هيروح لحاجة تانية فعند اخر نقطة مش هحطهم اسفرتين وممكن استعرض بها في الاخر انا زي اللي اتفعت انا وقفة هنا هيعرض من اول هنا فانا عايز اجيل من الاول خالص اعرض من اول هنا واشوف هيحصل لو انا حسيت ان الفترة طويلة ممكن اقل العدد الصور شوي هو الفرام الواحد مش هارفة بياخد وقت انا ممكن اتحكم في time اما اتحكم في time اما انا اضيف او ازود عدد الصور الجوه الفرام هنا لما بعمل delete بيشلي المؤثر على صورها حاجة من الاول وعمل ثانيا 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 لا تفتخذ خمس صوات انا اتكلم معه بقوله مثلا حيوان اندير البحر ويعيش في منطقة فلانية فممكن اخليه طويل واتكلم معه بالمايك كما اتفعتنا لو انا اريد اعمل مثلات الفيديو تشمل مجموض حيوانات اريد مثلا اضيف حيوانات اكيات العشب حيوانات اكيات العشب اريد مثلا السلحة الارنب اضيفهم اربعه بالفرام وطبعا يفضل الفيديو ماذا تشمل عن دقتين دي هتنفع بالبطء ده لو انا بتكلم معه لكن لو صور بس ممكن اخلي العدد السلمات بتاعت الصور اقادل بك ممكن في الحالة دي هكتفي بصورة كل حاجة اجرب نخلي صورة كل حاجة وطبعا هيبقى عامل الثاني لو انا بتكلم ممكن اكتر مش بتكلم خلاص اللي انا بمسح بمسح معه اللي بينهم هاخط اي مؤثر وقل ليه هفق على الاول واحد وقل له ليه الارنب الارنب يبقى فيه طبعا السكرات اكتر وكده ممكن ادخل مع اسوات هنا ممكن ادخل اسوات برضو بس الارنب ببقى اكثر جودة وكالعادة برضو هوا كده خلاص بقى لعطة فيديو انا ساعدها حفظ الى الكمبيوتر الخاص باية تاني ولو دي مثلا لوقت التاني هقول له ABC V2 هوا خلاص عارف مكان البرمجاية بتاعتي المشروع وقل ليه هل حفظه جوه الصوت وخده بقى ذي ده برا الصوت بتاع البرمجاية هقول له next هنا ده اقل لي من حجم العربة بسيطرية 480 ده حجم لقطة الفيديو انا ممكن ادخل ليه هار اختيارات اخرى اعدادات اخرى ممكن اخليه انا فاكنا نحن ممكن نتحكم تحجم الفيديو هنا وهو الحجم اللي يطلع بيش 120480 في الفرمات فاكتوري اللي هو الدنامج اللي يحاول امتداد الامتداد اخرى انا ممكن هتحكم تحجم الفيديو جوه البرمير ممكن هتحكم تنقات الفيديو ووضع جوه الافتر الفيديو هقوله next هيصدرهولي وهيحطهولي في ملف بتاع الفيديو هناش هياردهو يعمل وانتحكم تحجم الفيديو دلاتي يتصبر على انه انتداد ده لي امتداد يعني ده سبع عندي اللقاطين والابي سي بي تو واللي كون انتدادهم ده لي ام بي لو السوري بورد اللي مكتوب فيه عايز الانتداد بحاجة تانية بفتح برنامج اسمه فورمات فاكتوري غير دلاتي معي يا جنا يعني انا ما عاليش لو محاضرة اللي هدى مجلنا شوي بس كن لازم امر على المرحلة بتاع المنتاج تمام احنا كنوا ان شاء الله المرحلة الاخيرة اللي هنوقع عندها من المرة جايد اذن الله هو برنامج الديركتور ومن برنامج الديركتور هننتج البرمجات بتاعيتنا ان شاء الله وهننزلها عالجروب ان شاء الله احاول على قد ما اقدر نخلص قبل رمضان لو نتعى ملتعش احنا وزروف لاحظة بس يارب يعني ممكن ان نضغط نفسينا شوية ونحاول نخلص قبل رمضان لكن كانتاج برمجية وتوزنها عالجروب هنطول شوية مع ايه انا كنت باش رحل خطوات الاساسية لكن ككم لسه مخلص معي كمان طيب انا دعاتي برنامج ده ستضار لي الفيديو على MWMD بفتح برنامج format factory واقول له انا عايز الفيديو ودعاتي واقفلي على الفيديو لو انا اخطط مثلا اغير extension صوبة هنا وبختار الاساسي اللي انا عايزة جديد لكن انا دعاتي عايزة اغير امتداد فيديو فبعف هنا واقول له حولهولي الكل ل هن هو عايزة للapi انا عندي هنا الامتدادات المختلفة حسب اللي مكتوب جوه الاسكريبت بختاره لو انا عايزة avi مثلا ولو ان الavi بيبقى حجمه كبير ولا افترض ان انا عايزة avi فبحدد هنا واقول له انا عايزة avi بيقول لي طب خطي الملف اضافة الملف اللي انت عايزه بحدد له مكانه واقول له انا عايزة احول ده مثلا واقول له انا عايزة اخياراته ايه انا عايزة اخياراته ايه هلا كما انت تده هتبعته من ده mv avi على طول بالانتداد بحجم و اضافة المقاس بعد اضافة المقاس اضافة المقاس بيقول لي هلا نوع الانت هتصدره avi ترمز الفيديو الحجم التعالي لو انا مش عايزة التعالي بفتح وبختار الحجم التاني اللي انا عايزة العادي اللي احنا نشتغل عليه والدفولت بتعال مقاس في الفيديو بضربة 180 و 320 فبقول لنا عايزة من المقاس هنا بقى معادة اللي بس عايزوا ودي ايه ولا لا عايزوا كانت في الثانية انا عن نفسي مبلعبش في الحاجة دي كتير لكن الممكن يكون في ناس في مكان تاني بيغيروا في الاعدادات دي انا خلاص عايزة مقاس الفيديو 240 و عايزة يكون ABI خلصت كده هقول له موافقة خلاص انا متأكد كده اللي هو عايزة يصدره لي مجلد الاخراج هيبع ال F جوة المشروع والتسجيل انا مش عايزة هنا هقول له لا احطه لي في المكان التاني اللي انا الكلاني ايه ده مجلد computer computer خليه اللي في نفس المكان وهقول له اوكي خلاص على خلاص اتمنت كل حاجة تمام هقول له وافق ايه خلاص بس لازم انا ممكن عايزة مستني كده خلاص لكن لازم اقول له هنا ايه بده بديه لحالة التحويل او ما يخلص اقول له انا كده خلصت التحويل خلاص ببص الموقات هروح للمكان اللي انا حط عليه الفيديو بقى عندي اهو avi بس طبعا لو نحظنا نلاقي ان حجمه كبر هنا بتكلم ازاي احاول الامتداد للتاني انا ممكن على العكس ممكن نحاول من avi بده لان ذي يبقى احنا النهاردة استخدمنا تلات درامك بس كلها درامك خفيفة نقدر ان شاء الله نستخدمها بسرعة ممكن نتعلم منها في حدود اللي احنا عايزونه منها مش لازم نبعرفين كل حاجة عنها يعني انا عايز حدود كذا وكذا وكذا خلاص عرفت دولت مش عايز اعرف اكتر منه ممكن اعرف لكن انا شغلي عايز في الخطوات دي فخلاص عرفتها البرنامج التاني عايز منه خطوات الف وزيح وزيح خلاص عرفتها وهكذا يبقى انا عشان امر على مراحي دور مراحي بتاعتي مرد باكتر من برنامج عشان انتجها في الاخر النهاردة بس استخدمنا ثلاث برامج ساولي فونج وموفي نيكر وفوماس فاكتوري او اي برنامج بيحاول من امتداد الامتداد التالي الناس معيه دلوقتي وانه في حاجة واقعة مننا ايه الاخبار جماعة طب كويس يعني ولا في حاجة مش كوي مش متشرحتش كفية عيدها شبنا يا خليك السباة طيب يبقى ان شا الله ديني اللي خدنا لدى دلوقتي مرينا على كل المراحل وقدرلنا المحطة الأخيرة والأساسية بالنسبة لي او كتاة المطلوب مني قال كانت محطة الديريكتور ان شاء الله من المردية هنبتدي في ديركتور ولكن كنت عايزة اعرض النهار ده الرحلة بتاعتها على درمجات التعليمية اللي احنا استعرضناها في اول محاضرة بس موضوع الصوت اللي حداتكم مش سمعين الصوت دي عملت لي ألا فممكن لغاية ما نعرف ازاي نعالج المشكلة دي لان لازم نسمع الصوت جواهة ديركتور في خلال الشرح فلو في حال اليوم ان شاء الله من المرة الجاية هنبتدي فيها فانا بعتذر لكم النهاردة لو محاضرة صغيرة شوية لكن بعتذر عشان عندي امتحان بكرة فدعماتكم بقى انا ردنا يسهل لبكرة ان شاء الله في الامتحان ده وان شاء الله من المحاضرة جاية هنبدأ ديركتور ولو في اي سؤال في المتقيل النهاردة او متقيل قبل كده انا تحت عمركم ربنا نخليك أستاذ عشان ولو توفر فرصة ان احنا نشرح البرمير بسرعة ان شاء الله ممكن نشرحه بقى لو فيه ناس كتير عايزة لو حد عايز نشرح ديركتور بسرعة المرة الجاية وبعدها نكمل ديركتور انا معاكم ولو مش عايزين ونبدأ ديركتور على طول برضو انا معاكم فانتو عايزين ايه؟ طب لو عايزين نشرح ديركتور المجموعة للمحاضرة لو عايزين ديركتور بقى المرة الجاية ان شاء الله في الاول وانتو عايزين مع بعض واحد بقى ندوس واحد لو عايزين ديركتور على صول اتنين وبرضو في نفس الوقت هنرجع للدبلومر اللي اشارحها ديركتور محمد في المنطقة انا معاكم يا جماعة تحت عمركم موافقين نكمل مرة جاية نشرح بريمير بسرعة في الاول وبعدها ديركتور ولا؟ ماشي واحد يا موافقين خلاص ان شاء الله يبقى موكي المرة جاية بس البي احنا اكثر من كده ثمان ثلاثة بعد الوقت طب خلاص ماليش لو كده هنحاول نشرح مرجع بسرعة بريمير في الاول على نفس الوقت الثلاثة اللي احنا استخدرناها نهاردة وبعدها ندخل على الديركتور ان شاء الله وستاذ عمين وبعتذر لحضراتكم لو انا خلصت البدر النهاردة بس معلش قدر عسفة ولو اي سؤال يا جماعة انا تحت امركم في القديم في الجديد انا تحت امركم في حدود امكانياتي واللي اشارحها سأسألوها هجاوب ان شاء الله اللي برضه السادة الاول ماليح دائم ان شاء الله معنا درابت بتاع الجروب بتاع المحاضرات والرحلة على قناة اليوتيوب دي القناة تاعت اليوتيوب المختصة بمنطقة دارية سيد اراشا افتازم حضراتكم ان شاء الله المارك جاي على خير باذن الله المارك جاي تبع اخضل واخضل اخضر ان شاء الله ان شاء الله بذل وكل ساوليوه طيبين بمناسبة شعبان يا رب يعيد الايمت علينا يا رب كلنا بخير ويعام يا رب الان والاطمئنان على كل الدول العربية ان شاء الله ورمضان يا رب يدخل علينا كلنا نحن مطمئنين وسعادات حضرتك صح والسلام سيد دراشا اراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم شكرا يا سيد جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة